اول حاجة اللي شايفة في عندكم هنا طاقة سعادة يا موليد برج الدلو فيه سعادة حتعيشها الفترة دية فاقول يا رب سعادة ايه حتسعدك حتخليك تحس ايه كأنك تولدتي من جديد كأنك ايه طفل كده منور من السعادة ومن الفرحة ومن التقى الإيجابية شايفة فيه هنا ايه اياد كتير حتتمدلك وحتدعمك وحتسعدك شايفة فيه هنا اياد كتير حتزقفلك ففيه حاجة كده طاقة قوية كده هتدعمك الفترة الجاية وحتسعدك كأنها ايه هتوصلك للسعادة ففيه عادك هنا ميلاد شيء جديد ممكن زواج ممكن علاقة جديدة ممكن صلح في العيلة ممكن عودة حد كان غري عليكم ممكن شفاء حد كان بين الحياة والموت فيه حاجات هنا قوية هتحصل معاك في حياتك وحتبقى فرقة فرقة في حياتك يا مولود برج الدلو لاني انا شايفة عينك على الحدث ده عينك على الشئ ده عينك على السعادة ده وحتتحقق معاك ان شاء الله ممكن عندك نقلة في المستوى عندك حياة جديدة حابب تعيشها وحتلاقي نفسك فيها يا برج الدلو فقل يا رب لانك ايه بتطلع من دورة لدورة جديدة دورة حياة جديدة ممكن ايه كأنك ايه هترجع للحياة تاني الروحة هتتبس فيك مرة تانية كأن ممكن بعضكم فيه عنده ايه مرض بيهدد حياته او حصلت له حد سو حينجو منها ففي عندكم حاجة كده قوية حتسعدكم حتدوقوا معنى وطعم السعادة الحقيقية يا برج الدلو فقل يا رب ربنا يحميك ويسعدك ويديك بقى من خيره ومن فضله برج الدلو اللي هو ايه في سكة سكة تقيلة سكة عمال يزق نفسه فيها ويعافل فيها بس كل حاجة بتلجعه وراك كأن في رح قوية جاية عليك وبتزقك وراك انت بتزق نفسك قدام وفي رح قوية ليه بقول ريح لانها حاجات غمضة انت مش عارف ايه الشئ ده اللي بيتحدك وبيرجعك لورا تقطك هنا بتقولك خليك واسق في نفسك وخليك مكمل خليك واقف في وش الريح المراضي يعني غالبا احنا بنقول لازم ايه ما تواجهش الريح عشان ما تتكسرش وعشان وعشان بس انت في تقطك دي تقطك بتقولك لأ اكمل حتى لو في رح قوية جاد في وشك كمل والريح دي هي اللي هتغير ما صارها لو الطيار عكسك الطيار مع عنادك حيكمل معاك هتخلي ايه الطيار يمشي في صفك يا برج الدلو فكمل كمل كمل لانك هتوصل وحتنجح وحتحقق الشيء اللي انت عاوزه او هتوصل للحقيقة اللي انت بتدور عليها برج الدلو اهتاني اهتاني تقطك بتقوله لك خلونا نقول لأصحاب العلاقة السلسية طاقتك هنا بتقولك الحقي حيبان الحقيقة حتبان هل انت فعلا في علاقة السلسية ولا لأ هل حبيبك دا صادق ولا لأ هل شريكك دا صادق ولا لأ الحقيقة حتبان اه وحتحددلك مصار حياتك الجديد يا بوج الدلو او ممكن تغير لك المصار او ممكن تخليك مكمل في نفس العلاقة كأن القناع حيقع تمام على وش شريكك حبيبك الطرف التالت ايه المهم هتعرف الحقيقة وحتعرف هل فعلا انت اتخنت اتخدعت اتغدرت ولا فهمت الموضوع غلط ما ممكن يا برج الدلو فهمت الموضوع غلط ما ممكن الحكاية حاجة تانية خالص انت بس شكيت او انت اللي اخدت الامور من ظاهرها فايه لازم تتحقق سلامة طاقة هنا بتقولك لازم تتحقق يعني الموضوع فيه ان لان انا شايفة فيه هنا عندك في طاقتك امرأة لعوب امرأة لعوب يا برج الدلو حابة تحطم علاقتك حابة ايه تنتقم من الشخص اللي انت معاه في علاقة او تنتقم منك فيه امرأة هنا اا شطانة خلينا نقول كده امرأة حقودة كده فايه حطاك في دماغها يا برج الدلو فاخد بالك من ده لاني طاقتك هنا بتقولك تحرى قبل ما تهدم علاقتك تهدم عشك تهدم بيتك تحرى وبدل ايه ما تتهم الشخص اللي معاك في العلاقة العاطفية لا احاول توصل اا للحقيقة حاول تتفاهم بدل ما تخانق بدل ايه ما الصوت يعلى لا اهدى خد الامور ببساطة خد الامر بسلاسة وان شاء الله الحق حيبان معاك وممكن ايه حيكون هم وحينزح عنك يا برج الدلو تمام حيكون مجرد كابوس وحيخلص كتير منكم ان شاء الله موضوعي ترى في التالت والعلاقة السلسية دي كابوس وحيخلص من حياتك ان شاء الله فقل يا رب برج الدلو شايفة كمان هنا اهدمام قوي جدا بالعمل بالمستقبل اا حابين ايه حابين تغيروا من مستواكم من حالتكم من مادية من العمل بتاعكم بعضكم في عمل كويس بس ازهقت مش دا لانا بحبه مش العمل دا اللي انا عايزة في حياتي وشبابي فيه مش دا اللي بيسعدني ممكن تكون بتكسب كويس بس مش مرتاح مش مرتاح نفسيتك تعبانة في العمل دا حتى لو بيحقق لك راحة مادية فشايفة كثير منكم ايه كاين في عندكم صحوة روحية في عندكم كده طاقة نور ملياكم هتخليكم ايه تفكروا في نفسكم في اللي يسعدكم وفرحتكم وممكن كثير جدا جدا تغيروا مصاركم العمل ايه اا شايفة ايه هتحاول تشتغل في حاجة روحك بتحبها يعني تسحر الصبح تروح على شغلك تحس انك سعد ومبسوط رايح هعمل الشيء اللي انا بحبه مش رايح ايه اا اقضي 8 ساعات 10 ساعات في مكان انا كره او فيه ناس انا كرهها ناس بتغلس علي ناس ايه اا سلبية تقتها منخفضة فانا بشجعك من خلال التقى هنا لو تقدر تبتدي من مكان اخر تبتدي الشيء اللي انت بتحبه فيالا يا برج الدلو ان شاء الله حتتبسط ان شاء الله هتوصل للشيء اللي انت عاوزه اتقى ايجابية وبتقول لك ان شاء الله في عندك هنا نجاح وتميز وتقلق ان شاء الله تقتك هتتغير للفترة الجاية لان زي ما قلت لك في عندك هنا سعادة سعادة انت هتشهد بيها في حياتك كلها كأن الساعة السندية ان شاء الله في حياتك هتكون سنة تاريخية هتخلي بصمتك فيها والسنة دي هتكون بصمة في حياتك فاقول يا رب يا مولود برج الدالو شايفة كمان هنا كتير منكم في علاقات حب جديدة دخلين عليها او انتم يدوب فيها وان شاء الله هتكمل معكم للمستقبل فيه طريق حب هنا طريق غرامي طريق عاطفي ايجابي وكويس فلو انت في علاقة جديدة او في علاقة جديدة انت داخل عليها حافظ عليها يا مولود برج الدالو لانها حب حقيقي تمام والشخص ده بيشبهك جدا هيكملك تمام برج الدالو يا برج الدالو تقطع كمان بتقول لك انت حياتك هتتغير الفترة الجاية هتتحسن فيه عندك هنا تحسن فيه عندك سعادة فيه عندك رزق فيه عندك تغيير ان شاء الله ايجابي تغيير للاحسن كأنك ايه هتزيد من نجاح لنجاح هتتقدم اكتر في حياتك اللي انت حققتم بارح هتضيف عليه اللي انت بتحققه النهاردة هتضيف عليه وحياختك لحتة حلوة وكويسة بكرة ان شاء الله فتقطعك هنا ما شاء الله حلوة ايجابلية جميلة اجمل حاجة فيها ان فيه عندك هنا طاقة الشمس طاقة السعادة طاقة الحزوز طاقة الوفرة فاربنا يسعدك يا برج الدلو دي طاقتك باي باي اشتركوا في القناة